اشتركوا في القناة في الدرس السابق رأينا كيف سأل ليو عن الحساب في نهاية مشوار بسيارة أجرة اليوم نواصل نفس المشهد استمعوا إلى الحوار اشتركوا في القناة هل تقبل ورقة عشرة ألاف ين؟ لا بأس تفضل الباقي شكرا والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملا مرة أخرى والآن إليكم تعبير اليوم إنها الجملة الرئيسية التي أريدكم أن تحفظوها فاستمعوا جيدا تعبير اليوم هو ومعنى هل تقبل ورقة عشرة ألاف ين؟ المبتدأ ثمでもいいですか؟ هو أسلوب السؤال عن ما إذا كان هذا الشيء مقبولا لدى المخاطب اسم الشيء ثمでもいいですか؟ مثلا أنت تريد أن تقدم مشروبا لضيف وتريد أن تسأله ما إذا كان قدح من القهوة يكون مقبولا القهوة هي والجملة هي مثال آخر الموعد الأقصى لإتمام عمل ما هو اليوم ولكنك لم تنتهي منه وتريد أن تسأل إذا كان يمكن تقديم العمل غدا بدلا من اليوم غدا يعني أشتاء الجملة هي أشتاء وجاءت في تعبير اليوم أيضا الكلمة إيتيمان إنساتو أي ورقة العشرة ألاف ين والأوراق النقدية في اليابان أربعة أنواع وتتضمن ورقة العشرة ألاف ين وورقة الخمسة ألاف ين وورقة الألف ين أما النقود المعدنية فهي ستة أنواع وتضم قطعا بخمسمائة ين وقطعا بمائة ين وأخرى بخمسين ين وعشرة ينات وخمسة ينات وأخيرا قطعا بين واحد أرجو أن تنتهز هذه الفرصة للتعاود على أنواع النقود المعدنية والأوراق النقدية في اليابان اليابانية في كلمتين وهي الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأسليب التخاطب اليابانية تعبير اليوم هو المبتدأ ثم ديمو إي ديسكا أي هل يكون كذا مقبولا؟ والرد على مثل هذا السؤال قد يكون مثل ما جاء في حوار اليوم كيكو ديسيو؟ ولكنه أسلوب مهذب استخدمه سائق سيارة الأجرة في حوار مع زبون أما في الأوقات العادية فيمكنكم أولا ذكر هاي أو نعم ثم إي ديسيو؟ وتقولون هاي إي ديسيو؟ إذن السؤال هو المبتدأ ثم ديمو إي ديسكا والإجابة هي هاي إي ديسيو؟ وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة